السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبايبي يا رب تكونوا بصحة وبخير وحشيني جدا النهاردة قلت اصبح عليكم كده وعرض لكم هدية جات لي حلوة جدا من صفحة اه فودكم هي صفحة حاجتها ممتازة جدا وسحية وحلوة قوي اه طبعا دي مش اول مرة استخدم منتجاتهم عملت منها وصفات كتيرة جدا على القناة وهنعمل بقى وصفات مع بعض كل سنوان طيبين رمضان جاي كمان وهنعمل وصفات حلوة وطعمها لزيز جدا بمنتجاتهم منتجاتهم لزيزة جدا وكمان احلى حاجة ان هي صحية وفريش والصفحة صراحة تتعامل معها حلوة قوي كمان هي عاملة هدية لكل متابعيني كود خاص ما حقولكم عليه في نهاية الفيديو هدية وانفاجأة حلوة قوي لمتابعيني يلا نبدأ مع بعض بقى انا متشوقة جدا افتح المنتجات ونشوفها مع بعض ويلا بينا وصباحكم زي الفل ان شاء الله يلا بينا على طول وزي ما احنا شايفين ده البوكس اللي جالي من صفحة فوتكم هنبدأ بقى نفتح مع بعض المنتجات عايز اقول لكم طبعا التغليف حاجة ممتازة جدا وده حاجة مهمة جدا عشان المنتجات آآ لو في عبوات زجاجية ما تتكسرش فصراحة التغليف حلو جدا هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي نشوف المنتجات الحلوة اللي هم بقى تنهالي هنا بقى المنتجات اول حاجة زي ما نشايفين كده معنا آآ قشور السليم طبعا قشور السليم هي بزول القاتونة هي الاسبغول بتتسمى بالعدد من الاسيمي آآ هنا معنا قشور السليم عنده معضوية مية في المية كمان خالية من الجلوتين آآ هي طبعا بتساعد في انقاص الوزن دي حاجة تانية حاجة ان هي بتبقى كمادت رابط حلوة جدا في المعجنات والمغبوزات عايز اواريكو درجتها فتحة الزيت فبتخليش المغبوزات غمقة آآ كمان ان هي بتحتوي على خمسة وتسعين في المية من الالياب فبتمتص المية آآ بتساعدنا طبعا على الاحساس بالشبع وده شكلها عايز اوارها لكم كده بالمعلقة بصوا نعمة جدا حلوة قوي نقية آآ كمان هي آآ انا حاجة بستخدمها طبعا في المعجنات والمغبوزات آآ في الكيك ممكن آآ عايز اقولوك كمان على خطوة مهمة جدا ان انت ممكن تخدي معلقة واحدة منها في كوباية من المية وتشرب بعض ديها كوبايتين من المية بتعمل زي عملية التكمين بتحسسك بالشبع لفترة طويلة حلوة جدا لان هي بتعمل على عملية ابطاء عملية الهضب فهي مفيدة جدا آآ بزرور القطونة يعني للكيتو وكمان للناس اللي متابعة النظام الصحي العادي حلوة جدا لانها زي ما قلت لكم بتعمل على الاحساس بالشبع آآ كمان بتعالج آآ الامساك فزي كان شكل بزرور قطونة عايز اقول لك كمان المنتجات متغلفة زي ما تشايفين كده في اكياس حلوة جدا نيجي لتاني حاجة وهتكون معانا هو مسحوق الجيلاتين هنا طبعا الجيلاتين بقري آآ هو غني بالبروتين ونترال طبيعي كمان سريع الزوبان آآ مالوش ولا طعم ولا لون ولا رائحة فحلو جدا طبعا هيستخدم معانا في آآ الحلويات ممكن نعمل منه جيلي ممكن نعمل منه مارشميلو آآ كمان ممكن آآ بيستخدم في الشربة نزود بقوام الشربة آآ طبعا فوايد الجيلاتين حلوة جدا لان هو بيقوي العظام آآ بيحسن حالة المزاجية بيحسن حالة الشعر والبشرة يعني ده كمان من المنتجات الحلوة جدا كمان بلفت نظاركم ان المنتجات بتكون آآ مكتوبة عليها طبعا الانتاج بتاعها فهي كلها من شهر يناير انتاجها آآ زي ما نشايفين الحاجة ما شاء الله عليها سحب فالحاجة كويسة جدا ونيجي بقى الحاجة حلوة قوي قوي هي بزور الشياء طبعا بزور الشياء دي مليانة فوايد وهي طبعا فيها الياب بجانب ان هي تحتوي على آآ نسبة من البروتين بتقلل الرغبة في الشعور بالجوع كمان هي بتساعدنا في خسارة الوزن آآ لان هي طبعا الياف وبتمتصد آآ المية الموجودة في آآ المعدة وبتبتج ان هي بتتمدد كمان في المعدة فانا بنستخدمها في السلطة بنستخدمها في العصاير ممكن في نعمل بنستخدمها كمان في المربة مربة الفراولة على الكيتو عمالناها حلوة جدا آآ كمان آآ من ضمن برضك الحاجات اللي انا بعملها التركات كده للناس اللي عايزة تساعد في آآ تخصيص وتحس بالشبع باخد معلقة منها في آآ جار كبير في مسلا كوبايتين مية وبسيبها شوية هي بتبتجي ان هي تنفش بتكون مادة جيلاتينية حواليها وباشرب منها طول اليوم بتحسسك بالشبع حلوة جدا جدا البزور الشياء المنتج اللي بعده هو ملح الهيمالاية الوردي زي ما انتوا شايفين هو ناعم طبعا الملح الهيمالاية هو نوع من الملح الصخري حلوة جدا بيحتوي على آآ غني باليود فهو بيساعد الامعاء على امتصاص العناصر الغذائية وكمان بيساعد في خفض ضغط الدم زي ما انتوا شايفين كده لونه آآ روس كمان هو حلوة جدا لانه هو بيكون نسبة فيه اقل من الملح معانا بقى دلوقتي سمغ الزنسان وهو خالي من الجلوتين بيستخدم معانا كعامل ربط قوي جدا آآ بيجي كده للقوام للمغبوزات يعني احنا طبعا بيستخدم آآ دقيق اللوز او دقيق جوز الهند فهو معانا بيبجي قوام فيه المعجنات والمغبوزات حلوة جدا بعد كده معانا خلي التفاح وده خليت التفاح العضوي آآ غير مصفة وغير مفلطر فهنا بالنسبة لنا زي شايفين عايز اواريكو الشوائب اللي تحت دي هي ده بيدل على ان خلي التفاح دوت حلو جدا طبعا قبل ما باستخدمه يفضل ان انا برج العبوة بنستخدمه في السلطات بنستخدمه كمان آآ انا ممكن باخد معلقة صغيرة منه على كوبية من المية آآ طبعا لو انت معديتك مش تعباكي بتشربيها حلوة جدا بتقوي الجهاز المناعة كمان بتساعد في خفض الكولسترول آآ لان هو طبعا بيحتوي على بروتين وانزيمات وبكتيريا نافعة وزي ما نشايفين كده لازم ارجو لعبوة قبل ما استخدمه وبيساعدنا كمان على فقد الوزن والتحكم في الشهية نيجي بقى للمنتج اللي بعد كده وهو مسهوق الكاكاو الخام وهو طبيعي غير محلة حلو جدا معنا في نظام كمان هو آآ بيكون غني بالدهون والالياف بنقدر نستخدمه طبعا فيه وصفات كتيرة ممكن نعمل منه النوتيلة ممكن ندخله في الكيكات في البسكوتات وان شاء الله هنعمل منه مشروبات هنعمل منه وصفات حلوة جدا نيجي بقى بعد كده لزبدة البندق وزي ما انتو شايفين زبدة البندق هو بندق محمص طبيعي آآ طبعا هو آآ ما فيهوش اي اضافات عايزة وليكو كمان ان آآ ان هو غني بالدهون الصحية وطبعا فيه الياف آآ وحواليكو طبعا القوام من جوة حلوة جدا انا استخدمتها بكده معاهم في الوصفات بصوا القوام بتاعها حلوة قوي آآ كمان عايزة اقول لكم ريحة البندق لما تشيك تفتح كده العبوة هتشمي ريحة البندق خطيرة بجد يعني ما بدون اي اضافات فآآ مهم جدا كمان ان احنا نقلب المكونات قبل استخدامها نرجها الاول كويس وبعدين نبتجي نستخدم حلوة جدا برضك وزي ما نشايفين كل حاجة مكتوبة عليها التاريخ بتاعها نشوفوا يناير الفين تلاتة وعشرين فالمنتجات بتكون نيجي بعد كده لازيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند هو بكر وطبيعي ومعصور على البارد وغير مقرر انا زيت جوز الهند طبعا انا استخدمته معاهم قبل كده من المنتجات الحلوة جدا بجد بجد اه طبعا بالجانب ان انا بستخدمه فيه اه الطعام بستخدمه كمان صراحة في اضافات تانية اه ان انا بستخدمه على اه ايزي بدعك به ايزي ممكن بدعك به بشرة وشي اه فحلو جدا بجد بجد ان هو منتج حلو قوي كمان دليل على ان هو اه طبيعي زي ما نشايفين ان هو الجوع عشان برد فهو متجمد وفي السيف بيكون سايل ده دليل على ان المنتج طبيعي وما فوهوش اي اضافات اعايز اقول لكم برضا كريحته بتبقى جميلة جدا اتمنى ان انتوا تجربوا المنتجات بتاعتهم حلوة قوي قوي بجد يعني منتجات مضمونة وعملت منها وصفات كتير قبل كده ودي زي ما قلتلكم مش اول مرة يبعتولي منتجاتهم نيجي بقى السكر دايما بتسأله على اه سكر يكون من مكان مضمون عندهم سكر هو مكوناته اصلا خلاصة اوراق ستيفيا آآ فهو منتج طبيعي وسحي وخالي من اي محليات آآ صناعية والمعلقة واحدة بتاعدي المعلقة واحدة من السكر العايزي فدرجة تحليا بتاعته حلوة جدا آآ ان شاء الله هنعمل بيه برضا كوصفات حلوة جدا في الكير والمشروبات حاجات حلوة نيجي بقى معنا دقيق اللوز زي ما نشايفين دقيق اللوز عندهم حلوة جدا لان هو دقيق اللوز مقشور هنشوف لونه هنلاقيه لونه فاتح زي ما نشايفين العبوات كمان عبوات آآ حلوة جدا مغلقة آآ حلوة قوي عايزة وليكو الدقيق هو بيكون ناعم معنا كمان دقيق اللوز هنا بيكون خالي من الجلوتن ما فيهوش اي اضافات كمان هو كامل الدسم بيبقى حلوة قوي قوي صراحة في المعجنات في المغبوزات في الخبز في الكيك آآ زي ما قلت لكم هو مية في المية هنعمل بيبقى وصفات كتيرة جدا نيجي بقى لدقيق الجوز الهند دقيق جوز الهند برضك عندهم آآ حلوة جدا وحواريكو دلوقتي قدي بيكون ناعم هو برضك خالي من الجلوتن وهو حلوة جدا معنا في الكيتو واللو كارب استخدامته كتيرة جدا في الكيك في المغبوزات في الخبز آآ وهو برضك اهم حاجة انه هو كامل الدسم آآ عشان يدي معنا آآ آآ نتيجة حلوة قوي وقيمة غزائية جمان هو مكوناته هو دي جوز الهند فقط لا غير بس مطحون ناعم جدا زي ما انتم شايفين وبيبقى دي نتيجة حلوة قوي قوي صراحة في المغبوزات والخبز هنا بقى آآ دي كل المنتجات والشركة عاملالكم كود خاص من بونتر آآ المتابعيني على قناة منالهم اللي حيشتروا بالف جنيه هيهضوا خاص من خمسين جنيه وزي ما انتم شايفين المنتجات بتاعتهم حلوة جدا آآ طبيعية وآآ زي ما انتم شايفين حلوة قوي انا استخدمتها قبل كده وقلتلكم منتجاتها حلوة جدا وعملت منها وصفات وانتظروا بقى وصفات حلوة جدا هحطتلكو لينك الصفحة في اول تعليق مسبت وكمان الكود الخاص لمتابعي قناة منالهم هشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته